السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحذير تطعيم الكزاز بداية هناك أعراض كبيرة تظهر بسبب هذا المطعوم سوف نلاحظ ألما ومعاناة في الرأس وألم أو جعب الرأس ما يسمى الصداع وألم وأحمرار وانتفاخ في منطقة حق المطعوم وأيضا نلاحظ الحمام ونلاحظ الإعياء والتعب العام وأيضا ممكن أن نلاحظ الطفح الجلدي وأحمرار الجلدي وانتفاخه وصعوبة في التنفس أو مشاكل أخرى قد نلاحظها في الجهاز التنفسي وأيضا قد نلاحظ الغثيان والتقيع وأيضا الإسهال ومخص البطنية الشديد ومن الممكن أن نلاحظ الدوار والخفاض ضغط الدام وازدياد في سرعة نبضات القلب أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر